السلام عليكم شونكم طلاب اخواركم تمنى تكونونوا بخير اليوم عدنا الخطوة رقم 3 من خطوات رسم الدالة بعد ما اخذنا بالفيديوهات الي سبقا اوسع مجال للدالة وال شنو والتقاطع شلون نلقي التقاطع المنحني مع المحاور محور السينات ومحور الصاداق اليوم جينا نعلمكم شون نطلع او شون نبين ان الدالة متناظرة حول منه طيب شرط اساسي بالتناظر الشرط الاساسي شي يقول يقول انه لازم لكل لكل اكس تنتمي لكل اكس تنتمي المجال الدالة لكل اكس تنتمي للمجال يقول لازم يوجد هاي طبعا يوجد السالب مال هذا الاكس يعني النظير مالتها ينتمي ايضا لنفس المجال هذا الشرط اساسي اذا هذا الشرط متحقق ما راح ابحث التناظر لا مع الصادات او عفوا لا حول الصادات ولا حول نقطة الاصل احنا عدنا نوعيتين من التناظر هذا الشرط تبين لي بعديا تروح تبحث للتناظر الساعة يقول لي ما فهمت هذا الشرط شنو؟ يقول لي عيني هذا الشرط يقول انه القيمة لازم كل قيمة موجودة بالمجال لازم نضيرها جمعي وياها بالمجال يعني مثلا لازم الاثنين والسالب اثنين اثنين هن ينتمي للمجال الواحد والسالب واحد يقول لي ان يستنتج ان هذا الشرط يتحقق دائما اذا كان اوسع مجال للدالة ار اقول لي بالفعل هذا يتحقق دائما اذا اوسع مجال للدالة ار ليش؟ لان لما يكون اوسع مجال للدالة ار فكل القيم ونظائرها موجودات في هذا المجال اللي هو ار اه اسنتج انه هذا الشرط ما يتحقق اذا اكو فدعدد ما ينتمي Lasting ونظيرها ينتمي للمجال فدعدد ما ينتمي للمجال ونظيرها ينتمي للمجال بهالحالة هي هذي هذا الشرط بان قوسيا هذا الشرط يتحقق الكل دالة المجالها R الكل دالة مجالها R ويتحقق ايضا الكل دالة مجالها R ما عدد صفر تمام ليش تقول لي هذا مو عنصر طلع خارج المجال بس الصفر هذا ما عنده نظير حتى نقول والله انت طلعت برة ونظيرك بقى جوه والشرط ما انه يقول انه كل عدد لازم هو ونظيره موجودات بالمجال هذا الشرط هذا الشرط ما يتحقق لما يكون المجال R ما عدد فدرقهم اخر يعني R ما عدد R ما عدد سالب واحد الى اخره تمام بعد ما يتحقق هذا الشرط اروح للشرط الثاني الشرط الثاني اعوض سالب X وين بالدالة اعوض بمكان كل X بسالب X واتوقع نتائج اثنين فاحتمال تطلع الدالة نفسها اذا طلعت الدالة نفسها فنعتبر الدالة او المنحني متناظر حول منه حول محور الصادات تقول لي تمام والاحتمال الثاني انه F السالب X مت تطلع الدالة نفسها تطلع سالب F تطلع الدالة بس بالسالب فبهالحالة هاي التناظر حيكون تناظر حيكون حول نقطة الاصل اذا اول شرط الشرط الاساسي هو هذا بعد ما يتحقق هذا الشرط اروح اعوض بمكان كل X بسالب X فاذا طلعت الدالة نفسها راح نعتبر الدالة او منحن الدالة متناظر حول محور الصادات وإذا طلعت الدالة بالسالب راح نعتبر منحن الدالة متناظر حول نقطة الأصل طيب وإذا لا طلع هذا ولا طلع هذا يا بلى لا يوجد تناظر تمام لا حول الصادات ولا حول نقطة الأصل طيب هسا واحد يقول لأستاذ أني سامع أنه يطلع هاي هاي تطلع لمن الأسس تكون زوجية بالضبط إذا كانت أسس X زوجية راح هذا يتحقق وإذا كانت أسس X فردية فراح هذا يتحقق وإذا كانت أسس X مخبوطة يعني سالب وموجب فما راح يتحقق اثنينهم وبالتالي ما راح نلقى تناظر يعني مجرد نباوة عدالة راح نعرفها هي متناظرة ويمنو طيب وهسا راح أوضح لكم هذا الحكي بالأمثلة بس ضروري جدا يتحقق الشرط الأول طيب واحد يقول لك الشرط الأول مو لازم نطلع المجال نعم لازم نشوف مجالنا شنو حتى نعرف إذا هذا الشرط متحقق أو ما متحقق خلونا نبدي بالأمثلة وعدنا هذا المثال يقول بين التناظر لكل من الدوال الآتية طيب هسا هاي الدالة إذا جيت أدرس التناظر ما لها بداية نريد أشوف أوسع مجال الهشكت طبعا هاي دالة كثيرة حدود يعني أوسع مجال الهار بالتالي الشرط الأول للتناظر يتحقق ليش لأن كل عدد كل X موجودة بR فإن النظير مالتها اللي هو سالب X أيضا موجود بR وهني هستوني اتفقته ياكم أنه هذا الشرط يتحقق إذا كان أوسع مجال للدالة R أو كان أوسع مجال للدالة R ما عدد صفر هذا الشرط يتحقق ليش لأن كل الأعداد ونظائر ها موجودات داخل هس الشرط الثاني أجي أعوض بالدالة بشنو؟ بسالب X طيب لما أجي أعوض بالدالة بسالب X أشوف إيش راح يطلع لي طبعا أنا متأكد راح تطلع الدالة نفسه سواحد يبدو شون عرفه وتأكل لموالوس الزوجية يعني السالب هذا الراحة عوضة راح يلغي فراح يصير ثنيا في سالب X تربيع سالب X أس أربعة زين سالب X تربيع هي X تربيع في ثنيا ثنيا X تربيع الناس سالب يلغي أيضا لأن الأسس زوجية فطلعت الدالة نفسها قلت لها يا با ترى F في السالب X ده يساوينا F بالX يعني الدالة أو منحن الدالة منحن الدالة متناظر حول منو حول محور الصادات سواحد يقول لك زين خل نروح نشوفه متناظر حول نقطة الأصل قل لها بلا ما تزكت هو راح يكون متناظر ويا واحد فقط لو يا الصادات لو يا نقطة الأصل واحتمال أصلا يطلع ما متناظر بس ما ليطلع متناظر ويا ثنينين فهاي واقفة إذن هو راح يكون متناظر ويا وحدة فقط طيب هنا طلعوا يا الصادات هس نجعلها هاي الدالة الثانية أوسع مجال إلها شنو R يعني بين قوسين الشرط الأول متحقق لكل X ينتمي ال R هذا إنه يوجد يعني سالب X ينتمي ال R أيضا يعني شكو عدد ينتمي ال R نظيرة موجود ويا بR طيب الشرط الثاني راح نجي نعوض بمكان كل X بسالب X فنروح نعوض ستة في سالب X ناقص سالب X لكل تكعيب طبعا الأسس فردية أنا عرفت هس هي متناظر ويا نقطة الأصل بس خليها بشي هاي راح نصير سالب ستة X سالب X تكعيب أكعب هيبقى السالب ينضرب بهذا السالب حيصير موجب زيان هس هاي مو الدالة مو دقولي لا لا أبد مو الدالة الدالة تختلف طيب إذا جيت سحبت سالب مشترك إش راح يصير هاي حتبقى ستة X ومنها هيصير سالب X تكعيب زيان هس منه تقول هس طلعت سالب F هس هاي الدالة وهكو سالب خارجه معناتها الدالة أو منحن الدالة متناظر حول نقطة الأصل واني عرفت متناظر حول نقطة الأصل ليش لأن أسس X فردية لونا نيجي على مثال آخر المثال هذا المثال هذا راح نيجي أولا أوسع مجال للدالة R أوسع مجال للدالة منه R زيان أول شرط متحقق لكل X ينتمي الR يوجد سالب X ينتمي الR حلو سفهمتوا هذا الشرطاني متأكد شرط الثاني أجي عوض بالدالة بسالب X طبعا هنا الأسس مالة الدالة مخبوطة هم زوجوهم فردي يعني فين قوسيا ما راح يكون أكون تناظر بس إحنا لازم نذفته لأن بالكتاب هو ثابته فنيجي نقول يا أبا سالب X تكعيب ناقص سالب 3 في سالب X تربيع زائد أربعة طيب سالب X تكعيب حيبقى سالب X تربيع حتصير X تربيع في سالب 3 سالب 3 X تربيع زائد أربعة هاي واضح جدا إنه هاي مو الدالة مو تمام؟ طيب إذا جيت سحبت سالب عامل مشترك خليه أشوف تطلع الدالة لو ما تطلع أنا متأكد ما تطلع هاي X تكعيب لأن السالب سحبتها بره هذا حيصير موجب لأنني سحبت سالب بره هذا حيصير سالب مو؟ زي أن هسه هل هاي الدالة تقولي لا تساوي سالب الدالة لأن هسه هاي همو الدالة هاي بيان قوسيا معناتها لا يوجد تناظر حول الصادات ولا حول نقطة الأصل في الشكل البسيط سؤال آخر هنا أوسع مجال دالة كسرية هاي أوسع مجال لازم أشوف القيمة اللي تخلي المقام صفر سالب واحد يعني أوسع مجال هو آر ما عدا السالب واحد مباشرة هنا أقول لا يوجد تناظر لا يوجد تناظر حول محور الصادات ولا حول نقطة الأصل هاي بعليك يا فك ليش؟ لأن الواحد ينتمي إلى مجال الدالة بينما السالب واحد لا ينتمي إلى مجال الدالة وإحنا متفقين أنه كل عنصر ينتمي للمجال لازم نظيرهم ينتمي للمجال وللأسف هنا ما تحققت تمنا يكون واضح التناظر شغلة أخيرة أريد أوضحكم إياها التناظر بشنو يفيدني بالرسم لازم نعرف كل خطوة شنو يستفاد منها بالرسم التناظر لما نكون مع الصادات هنلقى الدالة مثلاً هيج صايرة هيج صايرة صاير تناظرها حول محور الصادات لما نكون التناظر حول نقطة الأصل هنلقى الدالة هيج أو هنلقاها هيج مثلاً هيج متناظرة حول نقطة الأصل يعني حول نقطة الأصل صاير التناظر فراح يفيدنا جداً بالرسم هذه المعلومات حتى نجمعها بالأخير ونرسم الدالة بشكل بسيط سلام عليكم ورحمة الله وبركاته